بعد ثلاثة أشهر من تأزم الأوضاع الأمنية ومن بعدها الإنسانية في محافظة الأنبار أشار تقرير عن البرلمان العراقي إلى أشكال المآس التي يكابدها أهالي المحافظة وبالتحديد عوائل مدينتين الرمادي والفلوجة الأكثر تضررا من الحصار والعمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم فبحسب التقرير الذي تداولته وسائل إعلام عراقية فإن زهاء 66 ألف عائلة تضم أكثر من نصف مليون شخص نزحت في مختلف الاتجاهات إما داخل الأنبار أو إلى بقية المحافظات العراقية المجاورة جلهم يقيمون في مدارس أو مبان غير مؤهلة لا تتوفر فيها يمقومات للعيش مدينة الفلوجة وأهاليها الذين يعانون بسبب الحصار الذي تفرضه قوات المالك عليها أخذت حيزا كبيرا من اهتمام التقرير البرلماني الذي أشار إلى نزوح نحو الفي عائلة فلوجية إلى مدينة الحبانية وسط ظروف صحية ومعيشية قاسية جراء نقص الدواء والغذاء والماء الصالح للشرب وبالإضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة للنازحين في أماكن وجودهم يواجه المهجرون قيودا على حركتهم بين مدن الأنبار بسبب انتشار الحواجز وسط تسجيل العديد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى عناية خاصة خصوصا بين الأطفال وكبار السن بسبب قلة وصول الغذاء والدواء إلى العوائل النازحة تقرير البرلمان على تأخره في توصيف الأوضاع الصعبة التي يعيشها نازحو الأنبار اكتفى بالتوصية بضرورة زيادة المخصصات المالية لتغطية الحاجات الأساسية للنازحين مشيرا إلى أن قيمة تلك المخصصات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار وذلك في حالة استمرار الأزمة التي لا تلوح بوادر لحلها قريبا جيفراء أبو دقة العربية